شاهدين الكرام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشهد تطوراً مستمراً وجهوداً حثيثاً لتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية لمنسوبي قواتنا المسلحة الأمر الذي ترتب عليه تحقيق نقلة نوعية في المرافق الطبية في مختلف القطاعات أكيد علي إن شاء الله بنسلط الضوء في هذه الفقرة على أبرز جهود الخدمات الطبية في القوات المسلحة وكذلك جهود تأهيل الكوادر الطبية فضلاً عن خطط التطوير والتوسعات في المراكز الطبية العسكرية في هذه المناسبة يسعدنا استضافة العميد ركن بحري ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية بوزارة الدفاع يا مرحباً ومسهلة فيك اليوم يا مرحباً الله أعطيكم العافية في البداية لو تكلمنا عن أبرز الجهود التي تقومون فيها لتوفير الخدمات الطبية لمنسوبي قوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعاً أشكرت للغطر وأشكركم خاصة على الاستضافة الحمد لله نحن القوات المسلحة بشكل عام والخدمات الطبية بشكل خاص في الفترة الأخيرة تمر مرحلة سريعة من التطور وتقديم الخدمة المميزة لمتسبة القوات المسلحة الغطرية وعائلاتهم نقدم الخدمة الطبية المجانية لجميع منتسبة القوات المسلحة وعائلاتهم طبعاً لو حجاننا من أهل القطار طبعاً الأبواب مفتوحة لكن نحن في النظام ما نقدم هذه الخدمة لمنتسبة القوات المسلحة الحمد لله الفترة الأخيرة خلال السنة الأخيرة مرنا مرحلة سريعة جداً من التطور ومرحلة مدروسة ولكن نتائجها كانت سريعة لأن المعسكرات القوات المسلحة في الزياد ونحن عندنا في كل معسكرة أو كل غاعدة أو كل كلية حربية لازم يكون فيها مركز أو عيادة أو مكان نقدم فيه الخدمة العلاجية على مدار الساعة إلى 24 ساعة فالفترة الأخيرة فعلاً شهدنا تطور سريع جداً من حيث القادر الطبي المميز من الأجهزة الطبية الحديثة من سيارات الإسعاف فشغلنا نحن على 24 ساعة تمارين كثيرة للقوات المسلحة لازم يكون مشاركين فيها حتى على مستوى الرياضة والألعاب الجماعية ككورة وخدام أو كمشاركات صباحية التي تمارين رياضة العادية غير عن تمارين في الميدان طبعاً لابد من تواجد الخدمة الطبية للإسعاف في حالة لغد الله أي حادث صار أو أي إصابة يكون تمجددها على طول شن نعم ومحمد يعني دائماً في أكثر الدول لما تروح لأفضل مستشفيات هتلاقي مستشفيات القوات المسلحة التي تابعة لها يعني خلنت تكلم أيضاً مثلما تفضلت في السنوات الأخيرة صار في تطور سريع ومواكبة ما هو جديد من الشارات الطبية في الدول العالم قطر اليوم ما شاء الله الجهود بينت في خلال مثلاً خلنت تكلم من ثلاث أربع سنوات هذه اللي راحت هل نشهد في خلال الفترة الجاية تشييد مراكز جديدة مستشفيات جديدة تابعة للمستشفيات القوات المسلحة بطاقم أجنبي أو قطري بس أن يكون أحدث المدربين فيه؟ طبعاً مثلما قلت نحن عندنا في كل غاعدة أو كل معسكر عندنا في مركز طبي يعني يقدم الخدمة العلاجية 24 ساعة الممكن الفترة اللي طافت ما كان فيه حاجة للمستشفى عسكري بحيث الحمد لله أن المكانيات في الدولة والوزارة الصحة مغطية الخدمة وبشكل مميز بعض الدول تحتاج إلى مستشفى عسكري لو يعني لو مثلاً ما كانت الدولة مغدم الخدمة وتتغير الصورة طبعاً منتسبة القوات المسلحة يعني عددهم بزيد بشكل سريح ولابد من وجود مستشفى عسكري والله الحمد تم توقيع المستشفى العسكري وتم اختيار المكان وتم اختيار الديزاير ويبدأ إن شاء الله على ثلاث مراحل مرحلة الورد تكون من مئة سرير والله الحمد وإن شاء الله أن المستشفى بيكون جاهز قبل كاس العالمة في 2022 وإن شاء الله أن يكون للقوات المسلحة وبالخص المستشفى العسكري بيكون إن شاء الله داعم رئيسي لكاس العالم وطبعاً الهدف الرئيسي هو تقديم الهدمة العلاجية للمنتسبة للقوات المسلحة لكن بيكون أيضاً عند الحاجة من الأخوان في وزارة الصحة بيكون إن شاء الله جاهز إن شاء الله خبر حصري لنا إن شاء الله إن شاء الله مستشفى عسكري كبير جداً نعم الحمد ويننتهي إن شاء الله قبل دخول كاس العالمة في 2021 نعم تقريباً بيكون في أي منطقة؟ هو في منطقة السلية حالياً تم اختيار المنطقة وتم اختيار الشركة وبيكون إن شاء الله على ثلاث مراحل المرحلة الأولى فعلاً بدأت اللي هي مئة سرير ومن مرحلة الثانية والثالثة 150-150 سرير إن شاء الله بتكون متوازية مع المرحلة الأولى إن شاء الله إن المستشفى بيكون كامل ويشتغل إن شاء الله قبل كاس العالم إن شاء الله هذا الهدف الرئيسي عندنا إن شاء الله لما نتكلم عن الجانب الآخر أنتوا الآن تواجدتوا بمراكز وخدمات كلمنا عن النجاحات والإنجازات في الفترة اللي فاتت في أشياء حققتوها من خلال الأشياء اللي تقومون فيها الآن؟ طبعاً أنا مثل ما قلت كانت مجرد أنك تكون متواجد في الميدان ومتواجد مع التقديم الخدمة وعندنا مرشحين كثير من ضباط وعندنا الخدمة الوطنية وعندنا المدارس العسكرية هذه كلها تمرين صعبة وتمرين شديدة فتصير فيها صبات كثيرة فمجرد وجودنا هناك وتقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب وإنقاذ الروح وتوصيلها لمستشفى حمد هذه بروحة تعتبر إنجاز طبعاً لنا إحنا الله الحمد اللي صبات كثيرة لك اللهم لك الحمد النتائج الضارة غليلة جداً ومعدوم الله الحمد وهذا بسبب أن سرعة الاستجابة لكن الانجازاتنا كثيرة كل مدرسة عسكرية وكل معسكر وكل غاعدة عندنا مركز متميز للحمد إحنا في طور تحديث جميع المراكز الطبية الموجودة في طور بناء مراكز جديدة افتتاحنا السنة الطافة افتتاحنا مركز مقدوم اللي هو مركز الخدمة الوطنية مركز حديث جداً ويؤدي خدمة علاجية يعني لعدد كبير من متسب للغوات المسلحة بشكل عام وللخدمة الوطنية بشكل خاص فالمركز في المزروعة مركز ممتاز جداً افتحناه آخر السنة افتتحنا مركز في كتيبة الطارة جديد حالياً عندنا عشر مراكز جديدة تبنى خمسة منها ان شاء الله نفتحها هذه السنة ان شاء الله في كلية الزعيم في مركز الطب الطيران في مدماك عند مبنى مدماك الغديم نحن سنونا عدد تاهي الكامل ونفتحها ان شاء الله خلال شهرين لثلاثة عندنا في مبنى للغوات الخاصة والشرطة العسكرية عندنا ايضاً مركز جديد هاي كلها الخمس مراكز ان شاء الله متوقع ان نفتتحها خلال ثلاثة اربعة شهور لجاية وكلها مراكز يعني متطورة وفيها من افضل الجزاء والكادر الطبي ان شاء الله بيكون موجود فيها متميز وعيضاً ان شاء الله على اخر السنة او بداية السنة الجاي ان شاء الله بيكون افتتاح تقريباً خمس مراكز اخرى وجميع المراكز الحالية الموجودة كلها تاخدنا عملية صيانة كاملة او اعادة بناء اذا احتاجت محمد يعني تكلمت عن المراكز الطبية الموجودة في اكثر المعسكرات زائد المستشفى الجديد ان شاء الله اللي بينبنها في خلال الفترة الجاية لكن هل في فكرة انكم تسوون مراكز علاجية خارجية غير مثلاً اللي تابع المستشفى مثل مركز علاج اللاج الطبيعي مثلاً مراكز الاسنان اللي تخدم منسوبين وزارة الدفاع قواتهم مسلحة وعائلاتهم نعم عندنا احنا طبعاً مركز العلاج الطبيعي في المركز الطبيعي التخصي في العطار هذه من افضل المراكز العلاج الطبيعي في كتر على الدولة دور كامل للرجال ودور كامل للنساء وشقال على فترتين صباحية ومسائية وفيه افضل الكادر الطبي فعلاً كادر طبي ومميز وفيه معدات طبية يعني على مستوى عالي جداً عندنا ايضاً مركز العلاج الاسنان طبعاً اللي بننتقلها حين ان شاء الله في مدماك فيه 18 عيادة من افضل عيادات مجهزة بحدث الوسائل والكادر الطبي ايضاً فيها كادر ممتاز جداً اللي بتبتح خلال شهرين لشهرين إن شاء الله فعندنا فعلاً نحن المراكز المتخصصة هذه نسميها وعندنا مركز الرئيسي والمركز الطبي التخصصي هاي فيه جميع العيادات وأيضاً فيها فيها العناية أو الديكير كلينك هذه يعني 24 ساعة الطبيب الطوارئ متوفر لا أغدى الله إذا احتاج أي واحد من تسويل غدى مسلحة يقدر يجي له والخدمة اللاجئة متوفرة لله الحن ففيها العيادات المختلفة جميحها تعمل صباح ومساء وفيها المراكز متخصصة فعلاً مثل الأسنان فيه بيكون توسيع للخدمات مثلاً بعض العلاجات مثلاً اللي يعتبر شوي نادرة مثل يعني حنا تكلمنا مثلاً على العلاج الطبيعي مثلاً قسم الأسنان مثلاً قسم الطفل والمرأة هذه العيادات اللي يمكن مون متخصصة كثيراً فيه تركيز عليها مثلاً أو فيه افتتاح لها بيكون المستقبل إن شاء الله الهدف هو طبعاً يعني مع المستشفى العسكري الهدف أن يقامت عيادات جانبية مثل من الأشياء اللي فعلاً محتجتها الدولة يعني أو اللي فيها أو نشوف أننا فعلاً أن الجمهور يحتاجها فهذه الدراسة موجودة وحالياً نحط الدراسة وبتكون في النفس المنطقة اللي في المستشفى بتكون إن شاء الله حوالها يعني في نفس نعم بتكون إن شاء الله عيادات مميزة في بعض التخصصات مثل اللي أنت ذكرت إن شاء الله ما شاء الله يعني علي قعد تذكرة في توسع في الخارجة الطبية في الدولة فلو نتكلم عن التعاون بينكم بين وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بشكل عام في الدولة الحمد لله إعلاقاتنا مع وزارة الصحة يعني ماشية بشكل ممتاز جداً وتعاوننا دائماً وياهم وهم يكسرون نحتاجنا أي حاجة فعلاً نتواصلوا إياهم وقامين جزائهم على خير يعني بالدور بشكل كامل نحن نشاركين إياهم تقريباً في جميع اللجان للتخص للصحة في الدولة بيننا بينهم التفاقية في التدريب تقريباً في جميع التماريين نشارك معهم وهم يشاركون معانا فالحمد لله علاقاتنا مميزة مع وزارة الصحة علاقاتنا مميزة مع كلية الطب في جامعة قطر عندنا معهم التفاقية مع مستشفى السدرة عندنا أيضا التفاقية معهم والحمد لله على المستوى الداخلي تقريباً جميع الغطاعات المهتمة أو المتخصصة في العلاج نحن معهم يعني يأما بينهم بينهم التفاقية يأما بينهم تواصل وعمل مستوى هل صر تعاون خارجي مثلاً مع جهات خارجية سواء من الجانب العسكري طبعاً نحن عندنا علاقات خارجية وآخرها كان من حوالي من حوالي شهر أو أقل كان في المتمر الطبي الغطري الكوري وهي كان المتمر عالمي والله الحمد وكان نتائج ثمرة يعني الدراسة وجهود واتفاقية بيننا وبين الجانب الكوري يعمل الاتفاقية جبنا مستشاريين دوموا عندنا في المركز الطبي لمدة أسبوع قدموا الخدمة العلاجية المجانية واستشاراتهم للمحتاجين بيننا وبينهم فيه أصلاً انتفاقية يعني تساعد على أن نحن نقوم بالمتمرات الطبية والتمارين والدورات والاستشارات الطبية عندنا عندنا انتفاقية مع تونس عندنا انتفاقية مع باكستان من ناحية انتداب من ناحية التدريب عندنا يعني الشغل كبير مع الجانب الأمريكي الموجودين في قادة عدد من ناحية تدريب من ناحية مهتمارات وخمنا يوم التمر سنة الفاتذة من التمر كبير فعندنا التعاون مع كثير من الجهة الداخلية والخارجية والله الحم والله صراحة أنا واحد من الناس متفائل جداً بقيادات وزارة الدفاع والخدمات اللي قاعدين يقدمونها والتطور صراحة السريع اللي أنا شوف مقادرين نثبت على واحد منهم احنا حقيقة في الفترة الأخيرة نمر يعني فعلاً مرحلة ونحن محظوظين أن السمول الأمير الله حفظه هو الغاد العام للغوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدول الدفاع الدكتور خالد والفريق الركن غانم الشيء الغانم رئيس الأركان حقيقة يعني مجهود كبير يقدمون لنا بشكل عام للخدمات الطبية وأن يرى أن هذه احتياجات التي توصل مباشرة للمتسبي لغوات المسلحة وكان هدف رئيسي فعلا الوزير الدول الدفاع وكان الهدف رئيسي من جه كان المستشفى العسكري فعلا والحمد تم توقيعه كنا نسمع عنه من حوال 25 سنة ونقول لا كل سنة نقول من المستشفى والحمد أكيد أن النقلات النوعية التي موجودة الآن جميلة جدا أسأل الله يوفقكم وإلى الأمام وحنا ما قالوا دعمي لكم بالإعلام وبين الله نسلط الضوء عليكم في الفترات الجاية بإذن الله أبو محمد كلما أخير تقول للمشاهدين عبر برنامج حياتنا طبعا أريد أن أشكركم وإنت كفيت ووفيت بالكلام دائما نحن دائما نتواصل لهذه الأمور لكن الحمد لله إن شاء الله اللي بيقول إن شاء الله السنة الجاية واللي بعدها خلال هالمرحلة البسيطة إن شاء الله بنشوف ثمرة فعلا اللي كنا نزرع إن شاء الله بتبين طبعا ما بقى نتكلم عن الشخص أنا صار لي فترة بسيطة ولكن مجهودات كبيرة للقوة مسلحكها كل بشكل عام إن شاء الله ثمرة أو النتائجة بتطلع إن شاء الله خلال هالسنة الجاية واللي بعدها إن شاء الله بإذن الله بإذن الله العميد ركم بحري ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية بوزارة الدفاع شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم